فيه ثلاث حاجات لازم نعملها عشان نقدر نمارس فكرة الاشتهاق أول حاجة لازم نفهم فيه ثلاث حاجات عشان نبين الاشتهاق والتفقد طول الوقت لابد من ديمومة بيان الاشتهاق إيوة أتفكر أقول لكم حاجة إيوة أتفكر إن بيان الاشتهاق ده يكون لما نغترب ونبتعد عن بعض أقول لكم قاعدة كده في الحب إحنا بنشتاق لحظة النبي وأكتر وقت بنشتاق لحظة النبي فيه وإحنا في الروض الشريفة فنبكي لو إحنا عند حظة النبي ليه؟ لأن اللقاء لا يمنع الاشتهاق بل اللقاء يزيده في الاشتهاق فأنت لما بتعبين اشتهاقك لزوجتك ما تجيش تقول لك هو أنت عملت عاملة ولا إيه آه يبقى لابد إننا ما يبقاش فيه رد فعل ما نجيش حد واحد بيقول إنه محتاج للكلام الحلو وبعدين يبقى رد فعل والرد فعل ده فلازم كل واحد فينا يعبر عن اشتهاقه يعبر عن اشتهاقه بتعبير واضح ما يكسفش ده ما فيهش كسوف لأن ده من قبيل الكلمة الطيبة اللي هي صدقة زي ما حدث النبي قال واللقمة ترفعها إلى فيه زوجتك يا صدقة والكلمة الطيبة والكلمة الحلوة ترفعها إلى أذن زوجتك صدقة فده مهم جدا جدا ومن أهم الكلمات الحلوة اللي مراتك تحب تسمعها من أهم الكلمات الحلوة اللي جزك ممكن يسمعهم هو كلمة الاشتهاقه والتفقد أنت عاملة إيه أنت عامل إيه أنا كنت شايفة أن أنت ماشي مشغول النهاردة يا رب يكون اليوم كان كويس بس كده نسمة صيف تيجي على القلب وتهديه وتريحه وتطمنه أن فيه حد نعمة من نعمة ربنا أنه هو موجود في حياته ده شيء مهم جدا طب نعمل إيه يبقى أول حاجة عبر مباشرة تاني حاجة ببساطة خالص لا تستحي رأى تالت حاجة لو سمحت استمر في عمل ده على طول طب تعالوا بقى نقول شوية إجراءات تساعدنا في تبقى ده فيه تلات قواعد اللي احنا قلنا ده استراتيجيات عبر بوضوح التاني حاجة لا تتأثر برد الفعل غير مناسب لأنه ممكن شرك الحياة ما يكونش مصدق أن أنت بتعمل كده تالت حاجة استمر ولا تتوقف نعمل إيه بقى من الإجراءات أول حاجة كل يوم تواصل مع شريك حياتك وتفقده أثناء غيابك عنه لأنه هو منتظر ده تالت تاني حاجة تاني إجراء لو شفت شيء بيحبه شريك حياتك هاته وقدمهوله ولوهدية بسيطة وليت يكون الأشياء البسيطة وتكون في شكل مستمر تقدر تجيبها وتقدر تستمر عليها ومش لازم يبقى عندنا طول الوقت أننا بنشتري إيه بنشتري ورد أنا شايف والله أن أنت تجيب كيس دورة مشوي لو هي بتحبه أو حتى كيس حاجة بتحبها أو تسالي أنا شايف كل ده يدخل تحت قولي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا كل ده احملوا كده احملوا حاجات بسيطة دي الحاجات بسيطة فوق بعضها تعمل إحساس بأن فلان بيفكر عليها على البعد هيحصل نفس إحساس الاشتياء ونفس إحساس التفقد تالت حاجة ما فيش منع تسيب ورقة مكتوب فيها دعاء لشريك حياتك كل يوم الصبح أنت تعمل كده وهي تعمل كده وهي رد تحطها له لو أما يبنزك الشنطة حطها له في الشنطة لو أنت هتمشي وهي لسه نايمة حطها له على التسريح هيحسوا بأن في حد بيحبهم لما يصحى الصبح على دعاء أو يشوف أول حاجة عينه تشوفها أن في حد بيتعاول أو حطها له في جيبه الكلام ده عيعمل أثر بالغ في حياته آخر حاجة بنقولها عشان نستمر في ده لو سمحتم لما حد ينسى أنه هو يستمر على ده عشان هو حاسس أنه هو مضوط نبعث لبعض بنقول لأي حد أنا جنبك مش سايباك وأنا مشتقل كلامك الحلو وعشان أنا مشتقل كلامك الحلو أنا أنا هقولك حاجة أنا أنت تفضلت علي كتير فواجب علي أن أنا أقولك بعض الكلام الحلو اللي أنت كنت بتقوله لي ساعتها بيتجدد حياة الإنسان ويحس أن الضغوط بتاعته ممكن تيجي حاجة وتمسح على قلبه وتخليه في سعادة وهنا يا رب اجعلنا دوما مدد وسند لأهلنا وأحبابنا وخلينا يا رب دايما نكون فتح وبركة ونور على أحبابنا يا رب العالمين أحبابنا يا رب العالمين